نحن عندنا مشكل مثلا مع قضية مع المغرب هذا الناس كل جزائر يعرفوا من أجل يعني بسبب قضية صحر الغربية صحر الغربية دوكاتيك عندها الأزمة هذه 40 سنة بداية السبعينة ما ربحنا فيها شيء ما تقدمنا في الميلف هذا ما قلنا بلي الميلف هذا تعنا ولا ما شيء تعنا قال نت لعبوا وقال هذا قضية الأمم المتحدة والأمم المتحدة ماشي معولة تجد حل هاد القضية المغرب دا الأرض احنا دينا الشعارات قال احترام حريت تقرير المصير للشعوب قاعدين يعني كما قلت لك وحد الاختار ستعملت الصورة لابرواء اللومبر المروك دا لابرواء الفريسة وحنا دينا الهذرة كنت أنا عدة مرات أشرت قلت يا ودي لازمنا ربما نعاود ونراجعوا سياسنا الخارجية بحزم بقوة نعاود نفتح الميلفت قال وراه هم سلحتنا شحال قادرين نبقا ويعني معلقين هكذا كما يقول لك ما متلقى ما محبوسها المشعكي باش كان هكذا دوك هاد الحل معلقة معلقة هولا يعني دوك الحل هذا إما يكمن بين احنا والمغرب والصحة الغربية يعني الجمهورية الصحة الغربية إما نصيبو حل أربعين سنة الأمم المتحدة ما صابتنا شحل وما رحش يصيب حل والأمم المتحدة اللي تسيرها يسيرها مجلس الأمن أعضاء المجلس الأمن كلهم يعني تبناوا الموقف المغربي مايش الموقف الجزائري نعم إحنا خاسرين حاصلين في هاد أزمة وربما كاش نهار يقدر يتسبنا في حرب مع المغرب بازم نتحو عينينا على الحقائق والمغرب باستطاعته أن يعلن حربا على الجزائر لكن هالجزائر ممكن باستطاعته أنا أسأل له لكن هالجزائر قادرة تعلن الحرب هالك المشكل دوك إحنا دوك شغل دولة عيني قولنا ما شغل ما كاين ملفات يعني دو سيريزيرفي يشوفهم رئيس الجمهورية الشعب ما عندوش حق يهضر في الأخور إحنا قال عندنا الفاهمين هادو رام يتدبر في الملفات وحط الملفات في حقيقة حطوا تحت الكرسي معالج القاضية مولو يتخبى في الأيام دايما سياستنا هادك نتخباه في الأيام قال لك خلي كاش نهار يا أخويا ما نقدرش حنا نبقى في الوضعياتي بالنسبة للملف هذا لأنه مش الملف في حل ذاته برك قولنا يقدر يتسبب في حرب مع المغرب حنا دوك على غربنا المروك عندو ستاتوي هذا تاع ممبر أسوسييي يعني عندو ستاتوي تاع ممبر أسيميلي دو لطن مع أمريكا منذ منذ الأبد منذ ستينة وبالمناسبة سيد نوردين بكروح منذ العضويات في لطن هي عضويات مختلفة يعني كما دوك الاتحاد الأوروبي مثلنا أن الاتحاد الأوروبي على سعيد الاقتصاد يعمل دو الغد seguين مع البغرب منذ La-90 مع تونس وفي بداية القرن هذا 21 مع الجزائر يعني شغولش به كأنك عضو لا يوجد ممبر ، لديك ممبر ، لديك ممبر ، لديك ممبر ، لديك ممبر ، لدينا دولة ، جارنا ، لديه تحالف عسكري ، اقتصادي ، في كل من السياسي ، هذا المغرب ، تونس ، صبحت كيف كيف ، غدوة ، الله لا يقدر ، لدينا غرباً وشرقاً ، لا نهضر على جنوباً ، ليبيا مهلوكة الحلاة ، الموريتانيا ، المالي نيجير ، كلهم ناس كل تعرف بالإيران ، يعني وره هو مستقبل لحنا ، وزيد إحنا بزاف الناس يقول لك إحنا دوك عندنا جيش ، جيش متطور ، كسب خبرة ، لكن الجيش هذا مليني جيه 99% من التجهيزتها وجيه من الخارج ، كل أجهزة العسكرية يدخل عندنا ، أمريكا عندها القائمة ، كل الدول فرنسا عندها القائمة بالضبط ، على بالهم مستوى تعنا ، التجهيزي ، العتاد اللي عندنا ، القدرة العسكرية يعرفوها خير منا ربما ، ويعرفوها وعرفوا قدرتها ، وعندهم كل المؤهلات باش هاد القوة العسكرية يقدروا يعني يجعلوا منها ما تتحركش ، كما داروا مع صدام حسين ما عندهم ليساتيليت عندهم ، إذن وره هي هاد الرؤية الجيوستراتيجية كيباش يقولوا الاستشرافية نعم 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 نحن نقول لك أنا قلت لك ان الجزائر عرضت على امريكا لكي تحصل على لستاتيو هذا كما داروا مع تونس لا يقبولوها امريكا لماذا؟ أنا قلت لك يا شيء انهم قلت لك أنه يوظوا بأن الجزائر هي يعني يعني اللذي عني لاعرف اللذي عنها النذي عني لاعرفش لحاجة جزائر هذه قاعدة خطرة تشتح على الرجل الياسار أو الياسار أو اليمين ما استقرتش يعني السياسيين ما حددش يعني إحنا الوحيد ما عندنا حتى اتفاقية ولا عسكرية ولا مالية ولا اقتصادية ولا أعضاء في المنظمة العالمية التجارة وينو هاي من هكذا قاعدين بفهمتنا بقفزتنا حسبين شطارة هي ماشي شطارة يقولك هذه باللي يعني إحنا الجزائر هذا هو محتوى مصطلح الاستقلال لا أكغلت اليوم الاستقلال إحنا شمال هدوك فرنسا ألمانيا بريطانيا كل دول أوروبية هدوما اللي يرهم دوك عددهم يعني راهو قريب 28 يدخلوا في الاتحاد هذو يعني ما يعرفوا شوما الاستقلال الوطني يعرفوا أخير منا يعني حب تقول هدوك العالم يتكاتل العالم يعني يتحد كل واحد يروح وين يصيب يعني مصالحه إلا حنا نبقى وحدنا يعني ما زال حب تقول سيد موردين بكروح انو ما زالنا سوجانا وني توجور ديزوط عجولة ديزونيي ديزوط يعني ديزوط تعستينات وسبعينيات اللي كانوا في السينات غالطين ماشي محسب قدام وبرك من البداية كنا غالطين في عدد نحنا شوف مثلا مشروع الاتحاد المغاربي الجزائر كانت من السباقين يعني رأيش شادل بجد الله يرحمه لكن هذا بقي ميل في ميت حلاش يعني هذا الفضاء تعنا علاش حنا دوك بسهولة نكي نشوف مثلا موريتانيا قبل شهر يعني عملت خدات قرار يعني مجرح بالنسبة الجزائر حاوزت يعني الديبلوماسي تعنا وتكلموا كلم يعني كيفاش الجزائر هادي اللي الناس اللي تعاونهم تكون مليحة معهم موريتانيا المالي كيف كيف كل الخطرات كيفاش لكن بحتى ليبيا حبينا ندخل زعماف الميلفتاحهم باش نحصلوا يعني الوفاق بالأطراف المتنزعة بعد تسيبهم راحوا للمغرب هم في سخيرة هم راحوا للدول أخرى الجزائر دائم من خسرها تدفع أموال تدفع قرد تضحي بأشياء وبعدتك ما تكسب ولو ما تدخلوا له في الأكاس ما تدخلوش الأكاس إحنا إحنا عدنا نكاس على البيترول يحكموا فيها مجموعة من ناس لخطأ شمعوا لكم جاءت اقتصاد متوزع ومبنيع للشعب الدولة تصبح خضعة للضرائب خضعة لمدخلتها هامل الاقتصاد تعال الشعب يعني تراعي الشعب تاخد بعين الاعتبار واش يفكر الشعب واش يحب الشعب هلاش إحنا غير فيها بين الدول هادوما قاعدين نعزله في نفسنا ونوخروا يعني من لعبة الأمم في الكون دائما إحنا هنا ويقولك إحنا ويقولك دوك الجزائر مثلا واش اللي رأنا الشي اللي يربطنا مع أمريكا هذا يعني التنسيق في محاربة الإرهاب لكن شكون من مؤسسي الإرهاب منتجي للإرهاب شكون في التسعينة في المغرب الجزائر اللي ظهر فيها الإرهاب مجناش من الخارج الإرهاب حنا ننتجناه بالفهامة ديالنا بالتصور تعنا للدولة الإسلامية والفهامة هذه إحنا أصبح جيش إرهابي بالعشرة الألف كانت الإحصائيات الرسمية كيشوفوا عدد الإرهابيين اللي قتلوا رغم 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 30 ألف أكثر 30 ألف هو جيش معناه الجزائر حاب تقول بأنه دولة منتجة للإرهاب أنتجت الإرهاب في تسعينيات القرن الماضي وباقير بهذا التفكير الحالي هذا يعني شغل تعايش بين خطاب بين خطاب رسمي يدفع فينا باش نمجدوا الماضي الماضي القاري بتاع السبعينيات الماضي تعال رئيس باش نقولها بصفة صريحة من جهة أخرى عدنا الخطاب الديني الديني يدفع فينا إلى تمجيد الماضي أيضا لكن الماضي مايش ماضي نحنا ماضي العالم الإسلامي ماضي الإسلام ماضي يعني إشكالية لماشي إشكالية جزائرية يا أخوي على شهادة تسلطوا علينا وإحنا كل شي شيها طيب الآن سيد نوردين إحنا رأنا تكلمنا على على الأخطار اللي تتهددنا من الخارج اليوم كأمة كشعب جزائري أخطار تتهددنا من الخارج خاصة في ظل هذا الاتفاق مع تونسي الأمريكي إحنا بقينا هكذا كما رأك تقول اليوم إحنا حراجة في التاريخ يعني حراجات على التاريخ لكن وش تأثير هذا وعلاقة هذا بالداخل اليوم يعني يعني هرنا هدرنا دوكاتيك قلنا بلي مثلا على الصعيد الاقتصادي والمالي بعد سنتين الجزائر تجبر يعني تسبح مرغومة باش ترح تقتري تأخذ أموال تطلب من السوق المالي تطلب قروض كما كنا بكري نعم مي بكري كنا نحنا نسلفه وإحنا في 94 نسلفه ناسمه ذاك لو أفهمي مليار مليار دارنا ناكوردستاندباء يعطينا مليار دولار وبعد زادونا وقيا إلى 3 أو 4 مي ذركه نزمنا 60 مليار في العام ملي يشكروح يسلفنا 60 مليار في العام وكيفاش نعاودوا رجعوهم هنه 60 مليار دولار سنويا باش نعيشوا كما رأنا دركه كما رأنا دركه يعني للحفاظ على هذا الاستقرار هذا مستوى من الحياتي ملي نجيبوا حنا 60 مليار وباش دوكاتيك هذا يعني لابوليتيك دون ديتمو اي مشي يكفي انك انت تحب تاخد قروض باش يعطيو هالك الدول وخين حتوه شروط ذوكي لاسمحت ليس سلطانيا فتحوا قبص قصير كيف استعمرت مثلا كيفاش استعمرت أولاء صابت روحها تحت ضغط أجنبي الصين في القرن 19 اليابان في القرن 19 في نهاية القرن 19 تونس في نهاية القرن 19 المغرب في بداية القرن 20 ماصر في أواخر القرن 19 بأي سبب دخل الاستعمال لهذه البلدان من بينها الصين واليابان كما قلت لك دخلوا من باب المديونية كانوا في الوقت هذا اليابان كانت غير كما خارجة من التقاليد القديمة من النامط القديم ومبعد صبحت غير قادرة باش تصبح قوة جاءوا أوروبيين قالوا لها أفتح الميناء تاعك وندخلوا لبلدك ونديروا التجارة عليك بالسفة اليابان فهم روحوا داروا هذه الثورة الفكرية الثورة هذه الثورة النهضة يزقوا لها الميجي لار ميجي هو الأمبراطور اللي كان يحمل اسم هذا فهمها باللي خلاص النمط القديم لازم يتضلق معا نهائيا وداروا يعني وضعوا قوانين النظام وخداوا يعني استلهموا بالنظام الأوروبي عملوا به الصين نفس الشي كانت أنجلاتيرا حتى فرنسا دخلت في حرب مع الصين تعالى القرن التسع عشر من أجل هذا فتح الموانئ والتجارة للغرب هذه الدول من باب المديونية في اليابان الصين تونس كانت يعني إدارة مصر كانوا يحكموا فيها الدول مصر تونس في الصين يحكموا فيها الأوروبيين لكي يضمنوا المداخل لكي يخدوا على سورس لكي يرنبورسي لذلك المديونية هي أوسع باب للاستعمار للسقوط في التبعية بالنسبة للخارج غدوة نحن أيضا بعد سنوات ثلث سنين كالسبور نحن دوك ما عندنا شي اقتصاد ما عمرنا ملكنا اقتصاد منتج اللي يغطي احتياجاتنا عندنا اقتصاد يعني إداري سياسي مزيف غير يعني ما يش حقيقي أوهام هذا غدوة يعني بعد ثلث سنين ربعة سنين خمس سنين نطول ونقول وعشر سنين نسي هللش هم يتجالوا يحوسوا على الغاز السخري ويحوسوا كشما يعودوا قال الاخر يبقى نديما ديما نعشو وكي خلاص لك الغاز السخري كيف يجعل يعني ما قالنا يعني راحين يعني مستقبلنا هو العودة إلى الفقر إلى الاستقلاء إلى الاستعمار إلى المديونية الخارجية المديونية الخارجية يجبلك الاستعمار بسبب نهار تمرت رج درهم وش يقول لكم دولوخين سي مهم نجيبك لحنا بلادك أعطينا كما بكري كانوا يديرو كما نعلم الكولوناليزم بار الكونسسيون الكونسسيون هادو يجي مثلا يقول كنا ندي مليون قطار من عندك وانا نخدمها وانا نصغلها وباش نرد المديونية طيب الآن هل يعني اليوم سي مردين بكروح تشوف بأنه الجزائر عندها غد يعني أسكني كونضاني احنا كجزائريين يعني ميؤسون منا أنا كي بديت الحساء قلت بأنه محتوم يعني لا فكك منه ولا فرار منه ماشي قادر إلهي بارك يعني نبري والله الله ما يدخرش في الشؤون تعلق الدول هذي دبراسك قدرت عملت سياسة عندك قيادة عندك يعني نخبة وصلاتك لهذهك دبراسك دوك حنا سدوك دوك حال وحنا وعيين ناس كل ماشي أنا اللي يجبت الوعي هذا الناس كل يعرفوا باللي يودي ما عندنا شي اقتصاد طرعنا عايشين بالنفط يودي هذا باش نعزلوا نفسنا على الصعيد الدولي والدعوة العالمة رح يتغير أروا يتغير بارك احنا ما نشعروش به دوك يدوك الحور بتاع غدوات على المستقبل بايش بيشكل يجيوك سيدي فرج البابر ويدخلوا يبعت لك مئة آلاف ولا خمسمائة آلاف جندي ما يبعت لك الجنود يريب لك الدولة تاعك من البحر من السومارين كما داروا مع صدام حسين في بداية التسعينات يبعت لك لطموك يحطم لك بلادك يحطم لك كل قدرات الدفاعية تاعك يسكتها يشوف فيك مسمى انت ما تشوفوش ويشوف فيك انتا وانا وإلى عندنا كشمر مرمي طاولة بيدون هنا يضرب البيدون هدك ديركت هاو العالم تعقدوها الغرب يحضر في الحروب المستقبلية بدون رجال بدي بدي هذا العالم هذا الغرب لو يحوس في الفاضاء على كواكب جديدة وغدوة يقول لك انتما مثلا يشوف الدول دلوا يبكيوا قال هذه لأيتيوبيا ولا الجزائر ولا مانش عارف أنا مالي يقول لك عندكم ملايين اقتارات ملايين كيلومتر مربع ما تديروا بها ولو تجيوا تطلبوا فينا احنا في الإعانة نعاونوا فيكم ما كوش قادرين نحن ندولكم الأرض وخلاص ونوكلوكم نخليوك تاكلتم مخدام هاوليك الواقع لاننا راحين ليه احنا بزوت جملايين وثلاثمائة وثلاثمائة كيلومتر موربع غدوة مصلحة الغرب يخليلك الشمال يخليه هنا اقعدوا في الشمال عندكم الولايات تعشام يقول لك انا نحتاج لصحراء برك باش نعاود هو يشتغل الصحراء كيل الماء هذا اللالبيان اللي اهترنا عليه نعم وكين يعني ربما هذا القاز الخري ولحاجة أمور وحدة أخرى المناجم اللي كينة وكل شيء إذن نحن وعين بهذا نظلون نقولوا فيها يوميين لكن نشوفوا ما هي أفعال عمال القادة هرهم يدخلونا الفرنسفانو لوبيتال الفرنسفانو تعلم هابل حبوا جعلوا مننا أمة تشوف الواقع تشعر بالواقع تشوف التلفزير للعكس يقولوا لا لا رأيك مليح الدولة لا أحسن منها القيادة لديك قيادة رشيدة وثورية ومن وقت نتحرر من هذا الجهل وهذا الهبل اللي قلت لك نحن أراضيين به لا أراضيين به ما نتكلموا عن القادر ما نقادر هذا هذه نتيجة أفعالنا القادر لا يوجد أي شيء التاريخ هو قادر والتاريخ هو نتيجة أعمال الشعوب كما هدرنا ديك نهار قلنا الإنسان عنده بيوغرافية عنده عنده سيفي الأمم عندها البيلان حاصلة الإنجازات الكبرى شوف الصين الصين اليابان في 1868 كان يعني ما عنده حتى شيء ملكه ما عنده حتى الليزار ما عنده ما عنده شخص ثلاثة سنوات بعد ولا دولة عظمى هزمت روسيا في حرب 1500 1905 ومبعث شفناها اليابان 40 سنوات بعد 1942 في الحرب العالمية ثانية هجموا أمريكا راحوا بومبوردا واسم هذه القاعدة العسكرية البحرية في هواي يعني شوف وينوصل 45 أقل من قرن في 80 سنوات يصنع الطيران العسكري ويهاجم أمريكا وغزا كل آسيا وحتل الصين شو طيب لكن كيف وصلت هذه سيد مرلين غيرت أفكارها نمط الفكري جابون قلت لك في حالة اليابان غير كل يعني الرأس ما الفكري غيروا قال هذه الأفكار القادمة التي وصلت هنا في القنة 19 عايشين نظام نظام إقتاعي كما قلت أنت فيودال قال خلاص لازم نديره جمهورية لا ما غلبتها اليابان ما غلبتها امريكا إلا تلقت عليها زوج قنابيل نووية وهذه القنبلتين هذه هي الوحيدتين التي كانت تملكها امريكا في 45 كانوا عندها دوب باطوميك تلقتهم في يروشيما و ناغازاكي بش 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 اليابان استسلم